اشتركوا في القناة جاء ذلك خلال اجتماع قده الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاجتماع تناول متابعة البرامج القائمة والمستقبلية للدفع بجهود التنمية المجتمعية للمواطنين المصريين من أبناء سيناء وذلك في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء وقد اطلع الرئيس السيسي في هذا الإطار على أبرز محاور جهود التنمية المجتمعية للمواطنين في سيناء والتي تتضمن تعزيز مبادرات الحماية الاجتماعية إلى جانب توفير فرص العمل بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي القائم على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تمثل ميزة نسبية للمنطقة أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ما تتميز به العلاقات المصرية العراقية من خصوصية وحرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين وذلك في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعادة الرسمية والشعبية جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي رئيس مجلس النواب العراقية محمد الحلبوسي حيث صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس السيسي رحب برئيس مجلس النواب العراقي طالبا نقل تحياته إلى الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومن جانبه أكد رئيس مجلس النواب العراقي اعتزز بلاده بالعلاقات الثنائية الوثيقة والتي تربطها بمصر مثمنا دورها في استعادة الاستقرار بالعراق والمساهمة في ترصيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي وتعزيز وحدة الصف العربية أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن التطلعي لتعزيز التعاون مع البرلمان العراقي في كل ما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في إطار ما يربطهما من علاقات تاريخية وخلال استقباله رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي أكد رئيس الوزراء أهمية دور المجالس النيابية في توطيد العلاقات بين البلدين ومن جانبه أعرب رئيس البرلمان العراقي عن تطلع بلاده للاستفادة من خبرات الشركات المصرية في السوق العراقي وتعزيز العلاقات في إطار ألية التعاون الثلاثية المشتركة بين مصر والعراق والأردن أعلنت مكتبة الأسكندرية استعادة جواز صفر الرئيس الراحل محمد أنور أسادات حيث نجحت أجهزة الدولة في استعادة جواز الصفر والذي تدولت صور لبيعه على الإنترنت وتم وضعه في مضحف أسادات بمكتبة الأسكندرية ويعد متحف أسادات بمكتبة الأسكندرية الأول من نوعها عن الرئيس الراحل في مدينة الأسكندرية ويضم أهم مقتنياته خاصة فيما يتعلق بفترة حرب وانتصارات أكتوبر ومنها مجموعة من الأوراق والملاحظات والتي دونها الرئيس الراحل من خطة الحرب لقي شخص مصرعه وأصيب 16 آخرون جراء انفجار وقع في مقهى بمدينة سان بوترسبورغ الروسية وضحت وزارة الداخلية الروسية أن القتيل مدون عسكري روسي معروف انتهى الموجز الإخبارية مشاهدين لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسرا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الـ QR كود الظاهر على الشاشة شكرا على طيب المتابعة وإلى نقام